في خبر كده سريع متعلق بالبرلمان كمان لجنة الخطة والموازنة فيها البرلمان اي للنهاردة ان احنا اوصينا بتحويل 44 هيئة اقتصادية للنيابة الادارية والكلام ده الحقيقة له علاقة بالحملة اللي موجودة في مصر الان لمكافحة الفساد 44 هيئة اقتصادية تم تحويلها النيابة الادارية والحقيقة دول بس اللي تلاقوا دول بس اللي تلاقوا لو احنا غالبا نيابة الادارية مش هتقفل بابها لو احنا دورنا على كل الفاسدين وعلى فكرة نيابة الادارية مش بس فساد خدوا بالكم نيابة الادارية كمان تقصير يعني نيابة الادارية بحكم قانونها تحسبك على الاخلال باللوائح والقوانين وان انت فساد والتقاعص اداريا كمان يعني ان انت في شغلك لم تقم به بالشكل عشان كده بقول لحضراتكم انه نيابة الادارية دي لو حكمت الستة مليون موظف سواء بقت خاضعين ولا مش خاضعين سيبك من دلوقتي بالعلاوة ستة مليون موظف مش هنلاقي مكان نحبسهم فيه سواء بتم